سيادة اليواء البداية معك أسمع منك تفسير استراتيجي ابتداء للبيانة التي صدر عن عدد من الدول الأوروبية تدين فيها قمع التظاهرات ما قيمة مثل هذا البيان والفقرات التي وردت فيه ستكون ربما نقطة تحول لتعامل حكومة مع التظاهرات وحالة القمع المتصاعدة السلام عليكم الحقيقة هذا البيان هو خطوة أولى قد تكون نحو عملية تدويل القضية أو رفع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي شكله عام 2006 بدلا من لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة قد ترفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة ونحن نعرف أن حقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان هي أهم الفقرات التي ترتكز عليها العلاقات الدولية داخل هذا المجلس وبالتالي نحن أمام خطوة جديدة وخصوصا هناك ثلاثة دول عظمى في هذا البيان من أصل 16 دولة وهي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإضافة انضم إليها اليوم روسيا عندما ألمح وزير الخارجي الروسي إدانته لقصف السفارة الأمريكية بالإضافة لها دول كبرى هذا يعني أن اليوم العراق في عين العاصفة وأن العراق اليوم تحت المجهر من قبل هذه الدول وانتهاك لحقوق الإنسان سيضع العراق أمام مسؤوليات قانونية ودولية مع المجتمع الدولي يعني تقصد هذا سيكون له تبعات على مستوى التفاعلات المنظمات الإنسانية والدولية ولكن سيادة اللواء على مستوى الداخلي على مستوى تعامل الحكومة مع التظاهرات على مستوى نشاط الميليشيات والسلاح المنفلت هل سيكون هناك أثر برأيك؟ بالتأكيد يعني سيكون أولا أثر كبير على الأمن الوطني العراقي نحن نعرف أنه هذا اليوم العنف وتصاعد العنف وزيادة العنف تجاه المحتجين سوف يرفع منسوب التحدي لساحات الاحتجاج ضد هذا العنف فهذه المعادلة يجب على الحكومة أن تفهمها أنه يجب إيقاف هذا العنف لأنه سيأثر على الأمن الوطني العراقي وليس فقط في هذه النقطة وأنما أيضا على علاقات العراق بالمجتمع الدولي وهناك أيضا التحالف الدولي المتواجد في العراق قد تؤثر أيضا هذه السياسة على علاقة العراق معه وبالتالي ستتأثر جهود مكافحة الارهاب وخصوصا ضد تنظيم داعش وأيضا هناك قلق كبير من حدوث فوضى وهذه الفوضى قد تنجم إلى تداعيات أمنية داخل العراق قد تؤدي بالعراق إلى المجهول ولهذا اليوم على الحكومة العراقية حتى وأن كانت حكومة تصريف أعمال هذا لا يعفيها من إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق وهناك معادلة أيضا يعني إذا كانت الحكومة اليوم مدركة لهذا التهديد واستطاعت من القضاء على من يتعرض إلى ساحات الاحتجاج وتقديمهم إلى المحاكم والإعلان عنهم أعتقد سوف يهدئ الشارع وعلى العكس عندما تترك هذه الأمور لهذه المجموعات الغير قانونية المنفلتة بالتأكيد سوف يأتي تداعيات أمنية كبيرة ويضع الحكومة ليس فقط أمام مسؤولياتها تجاه الشعب العراقي وإنما أيضا سيجعل الحكومة تحت المسائلة الدولية